السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في بعض الناس يسألوا علي محادات هامش الحاشة السفلية في برنامج الورد من جهة اليسار إلى جهة اليمين نعطي مثال مثلا على الحاشة السفلية عادة تستخدم في المراجع العلمية وفي الكتب مثلا لو جينا هنا في النص هذا وجينا القائمة مراجع إدراج حاشة سفلية مثلا سلسلة التعليم الإلكتروني مثلا على سيميمتال هنا توا لاحظوا أن هنا الهامش جاء من جهة اليسار إلى اليمين الجهة اليسار يعني فكيف نحن نخلوه الخط هذا يجيه جهة اليمين الفكرة أن كنت تمشي القائمة عرض وتقولها مسودة الشكلية هذه توطلعها قدامنا نجو لأي نص من النصوص أو الهوامش اللي نحن ندرينها زي هنا توا الحاشة السفلية هذه رقم واحد نارض عليها فتح لي توا بالأسفل كما تشوفوا فيها أمامكم على الشاشة لحطوا أن الخط جهة اليسار والكتابة جهة اليمين فنفتح القائمة هنا نقولها فاصل الحاشة السفلية ندير كنترول وشفت من جهة اليمين فلاحظوا أنه هو جهة جهة اليمين اللي هو كنترول وشفت من جهة اليمين فتمتكيا هنا جهة جهة اليمين بعد منها نجي العرض مرة أخرى ونقولها تخطيط الطبعة فلاحظوا هنا أن الخط جهة جهة اليمين نتمنى أن معلومة وصلتكم استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته